تشوف واحد ما نقولوش ظلمو إنما تتشوف أن المسائل ماشى ماشية هذيك وتتزيد تغبنك فعلا والأفضع أنها فعلا غا يسولها اسمي تعليش حطيت المخدة بقتي خرخر ذاك الصوت ما ذاك الصوت زعجني بقتي خرخر حطيت عليه المخدة كاين مجرمين آخرين متسطر عنهم فش تشوف بحلقات تبدأ أنت تبحث شنو في حالة شنو واشغان بدأ أنا نقلب على الحقيقة بوحدي ولا أنا اللي غن نخد حقولدي بيدي وأمالي كبير فيهم أن نتبه الحقيقة وخات برد النار عشوية هذا ما شي حقي حق مجتمع حق مجتمع رمي ممكنش مجرم مرتكب جريمة بهذا البشاعة تدور حر طالق أمالي كبير في الهيئة للموقرة المحكمة أن نتنصفنا وتأخذ لحق ولدي وما نتمناش الله يسترشي حكم اللي يزيد فعلا أنه يعطي صدمة صدمتين نحن ما زال مصدومين وما زال مكلومين السلام عليكم لا شك أنا بلي تعارفيني أنا الأم دي الأنوار رجعنا عود ثاني للقضية نهار 23 يعني نهار 3 كانت عدنا الجلسة الثالثة اللي كنا زعمتها تنتظروا أن القضية تقدم شوية القدام بعد ما آخر جلسة القضية كان أمر أنه يحضروا جوج الأشخاص اللي ممعروفين بالهوية ديالهم بالعنوان السكنة بكل شي بشي يحضروا إذا بيت تنتفاجئوا أنهم ما جاوش علاش ما نعرف ربما ما توص نفس الأشخاص لأن هذا الجوج الأشخاص كانت واردة الأسماء ديالهم منهم اللي كانت هضرت معه خلال الجريمة 25 مرة السيد هذا معروف بالهوية دياله بالعنوان الشخصي بكل شي واحد أخر كانت تذكر الاسم دياله في واحد المحضر اللي كانت نجزاته الدبيطة القضائية نهار 7 وانبير يعني وقت ذاك الجريمة أحد المشتبه بيهم قاع برقم البطاقة الوطنية بدياله هذا هو الملتمس لكنا أنهم يحضروا هاتجوج ما حضروش البارح تنتفاجئوا أنهم ما حضروش رغم أن الشهود ديالنا كاملين حضروا لدرجة طالب في مادريد أناس الوهابي الله يجازي بخير جامس بانيا تصوري جامس بانيا باش يحضر للجلسة بنت طالبتي شهيدة سكنفتونات جات هدو شوش حلب عادين وضربو مسافات باش يجي ودلوا بالشهادة ديالهم وهد الأشخاص ما جاوش علاش ما نعرفها شهر ما بي الجلسة الثانية والجلسة اللي كانت البارح تقريبا شهر اللي كانت التخوف ديالي اللي كان هو أنه المتهمة متطرة على المجرم متطرة على شركاءها متطرة عليهم كينين شركاء مية في المية كل دلائل وكل قراءة أنت تقول بأنه كينين شركاء مثلا عهدوا اللي اتصلت بهم خلال وقت الجريمة وحاجة أخرى وحد الرقم كانوا قالوا أن صاحبه مجهول نكتشفهم اللي تمحصنا بالصاحنة المحاضر وهذا أنه هذا اللي هدرت به الهدرت معه خمسة وعشرين مرة هدرت لهذا الرقم المجهول ولا هدر المعلوم المجهول يعني المجهول أصبح معلومة ولا يعني رأى ممكن كانت واحد شبكة الاتصالات ما بينها وبين هذا صاحب الرقم الخمسة وعشرين والرقم الأخر اللي قالوا مجهول هدرت معه عشرة المرات الصراحة هذا كان أمنا كبير في التحقيق أنه مثلا يجاوب اللي على بزاة التساؤلات ما تجاوبش على هذه التساؤلات وتنتو اسمه خير في الجلسات اللي باقيين وفي الأطوار اللي باقية في القضية أنه مثلا تخذ المطالب دينا بوحد الجدية ويتعمق البحث ويتعمق التحقيق لأنه بقي شحد لحواج غامضة ما بينش شحد المسائيل هناك أمك نومة أو أستاذة كيف انتظارت لها من هذه المحاكمة؟ تنتظروا الحق أنه يبنعي الحق يتخذ الحق دولدي ويتخذ القضية بوحد الجدية وبوحد هذا لأنك إن واحد تغاضي وواحد زي ما صراحة تنتمنى ماشي أنا ينشوفوك أنا كأم ولاد من موقع عاطفة را كل شي تيشوفو أو لا غاتي بلك شحد النقاط غامضة شحد محاجة ما واضحاش مثلا عم سألت لي كونت تتحقيق بقى عندو شك أنه ماشي يلي مسحت لي كونت لماذا عنده تضارب الأقوال في القنص السري وفي الإيميل دياله مرحوم الله يرحمه ماذا كونه هو؟ لماذا لا يبدوش منه اعتراف ماذا هو هذا اللي عاونها في هذا؟ عندو طارف أو لا؟ يعني اللي عاونها باش مسحت ذلك شيره عندو طارف في الجريمة أو لا؟ أكيد ماشي عا ممكن ما يمكنش هاد شيلي كامل ما يمكنش هاد شيلي كامل ماذا إنساني لكان مرعوب وفعلا أنه تعرض الاعتداء غا يبقى يفكر في هذه المسائل أنه يجمعها كاملة ويديها معه والتي تزيد يحرقني في قلبي لماذا تسرقهم وتسيبهم؟ لماذا تسرقهم وتسيبهم في القومة؟ لماذا تهزهم أصلا؟ بالعكسر هي اللي كنت تتلح عليه وهي اللي تتهضر معها أنها باش تجي عندو باش تصور فلوغ معاه باش هذا وهي تتعترف بها قتلوا زمائة أنا تنعرفوا على مواقع التواصل الاجتماعي وش حام مرة تنكتب له تعليق وهذا مرة تيجاوبني مرة ما تيجاوبني شي يعني عادية متابعة عادية ماشي وهي اللي تتلح عليه أنها تجي عندو هذا أملي كبير في الهيئة للموقرات المحكمة أنها تنصفنا وتأخذ لي حق ولدي وما نتمناش الله يسترشي حكم اللي يزيد فعلا أنه يعطي صدمة صدمتين احنا ما زال مصدومين وما زال مكلومين وما عمرنا أنا صراحة شخصيا ما عمري تن واقع لغا نخرج من هاد الصدمة لأنها صعيبة صعيقة اللي ما يمكنش تبرى منها وإنما معايشين معها وصافي وما تنتمناش أنه يسترشي حكم اللي يزيد يقسمني مرة وهذا الشي اللي تنتمنه وأمنا كبير في الهيئة الموقرات أنها تنصفنا وتشهر الحق وتخذ القضية بواحد الجدية رها جناية هذي رها قتل ما حيل تكلموت ما حيل تكلموت تتشوف نوع منه تتشوف واحد ما قلوش ظلمة إنما تتشوف أن المسائل ما شماشية هذيك وتتزيد تغبنك فعلا والتي تبقى فيها كيفاش نقتلو واحد ونكذبو عليه نسميها كدابة علش لأنها تتبت لأنها فعلا تعرضت الاعتداء الخيبرة أكدت أنها ما فيها تشي أثر للعنف ولا تشي حاجة وليس في موقع خطر باش تدفع على راسها باش تقتل باش تدفع على راسها انتي ما جاب محض لإرادة ديالك ماشي جرك بالصيف كما تنقوله والدي ماشي من ذاك الأخلاق اللي غيدخل بنت الناس ويتعدى عليها هل يتيبقى فيها نقتلوه ونكذبو عليه ونفلتو من العقاب عام الأقوال ديالها كل مرة ما جاب رواية كل مرة ما جاب رواية لا عند الضبيطة القضائية لا عند التحقيق كل نهار تتقل رواية بعدها التضارب ديالها في الأقوال وللأسف ما عرفش أنا هاد الأقوال وهاتشي أنا متن تبلع لاتشي واحد وإنما هاتشي مدون في محاضرة رسمية عن مؤسسات تمت القانون في البلاد أنه ضربتو الوحد البلاسة وذيك البلاسة ما فيهاش قاعد ضربة تتقل أنها بقتت ضربة عشوائيا عشوائيا يعني ضربة قاعد ضربة عشوائيا هادو لا ضربات مستددة بقوة التي ضربت عشوائيا ضربين العنق عندو ضربات فالعنق هما سبب الوافات وعندو طعانات خرين ولكن سبب الوافات هو فالعنق والذي قتلوه تتأكدوا أنه مات وحطوا عليه المخدة وسدوا الباب السار وتخرجوا والأفضع أنها فعلا سيسولها اسمي تعليش حطيتي المخدة بقى تيخرخر ذاك الصوت بكل برودة بقى تيخرخر بقى تيخرخر ذاك الصوت زعجني بقى تيخرخر حطيت عليه المخدة وحاجة أخرى عود ثاني علش الأم لم يتم الاستماع لها علش رغم أن الأم في خبارها من المشات في السبعة حكت لمها شنو وقع بالضبط كامل الأم لا يتم الاستماع إليها تحت طائلة أن المحمد يلا ضروف اجتماعية بغيت أن أعرف وش لي عنده ضروف اجتماعية لا يسري عليه القانون ضروف اجتماعية ماشي صحية وتنعرف أن يكونوا الناس مجبدين في الكامة في السبيطارات وتمشيوا يسمعوا ليهم المحمد يدفع واحد الدفاع مستميت لضروف اجتماعية وعائلية القانون فوق الجامع ولكن كان يستثناء عند ظروف اجتماعية لم يتم الاستماع لها هذا هو المطلب لأن القضية تتخذ بالجدية فعلاً ويتعمق البحث ويتعمق البحث كائن مجري من آخرين متسطر عنهم ما زال أم دبناني كانت في واحد زماني كانت شوية مثلاً 2007 عام ويتم استثناء في عام ويقوموا بإمكانت لا تتخذ فيها ويقوموا بإمكانت محتوى المكالمات ويقوموا بإمكانت ويقوموا بإمكانت ويقوموا بإمكانت ما أن تتكلم ؟ ويجب أن نقلب على الحقيقة أو أن نأخذ حق أولدي ككلمة أخيرة أنا تنتمنى من الهيئة الموقرة ومن المحكمة الموقرة والمكلفين بالملف ديال ولدي أنه يتخذ بجدية ويتعطى الحق ولدي وتبالي الحقيقة ويأخذ كل واحد الجزاء دياله لمن قريب ولا من بعيد لكل من سهم في هذه الجريمة اللي سبت لي آثار كبير وأثرت على أسره وأثرت على أولادي ويبقى في أولادي مساكن اللي دابا مأترين أنا ما بقتش نفكر في راسي أنا يولي تنفكر في أولادي في خوته في درجة راوة يشوف فيه ويبقى بكي واخته هذا وإحنا ما تنشكوش في النازة هذا القضاء وأمالي كبير فيهم أن نتبر الحقيقة وخات برد النار عشوية مال هو مشا ما غي تعود شي مشا تروح نقية عند الله سبحانه وتعالى ونحتسبه شهيدا عند الله والله يلحقنا عليه مؤمنا والله يرحمه وسع لي وتنتمنى على الحقيبان والحقيقة هذا ما شي حقي حق مجتمع حق مجتمع را ممكنش مجريم مرتكب جريمة بهذا البشاعة تيدور حر طاليق أقول لي عنده طيقة في النفس غيدير أي حاجة لأنه عارف مثلا فالت من العقاب ولا فالت من المحاسبة وهذا شي اللي تنتمنى وتنتمنى والحق واتخاذ القضية ديلي بوحد الجدية لأنه حقع اللي وقع لي أنا ممكن يوقع لأي واحد ممكن يوقع الفلان وفلانة 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 هذا هو اللي كين وحنا ما تنشكوش في النازة هذا القضاء وأمننا كبير فيها أنه تبني الحق والحقيقة إن شاء الله بطبيعة الحالة رجعت أكبر خوفا هادش رأى أطر علي نفسي الواحد درجة ما تصورش رأى عندي شواهد نفسي شواهد ديال الطيب النفسي شواهد ديال الطيب العضوي دابا رأى واحد درجة رأى لدابا وعندين عندي رخصة ما أخذ دماشي هذا شي أطر على أسرتي كاملة على العائلة كاملة لش ندن بديل أولادي شندن بديلهم كلهم تيعاني ونفسيا كل شي تيعاني نفسيا أنا رجعت للأدوية كل ما تنشوف مثلا القضية أنه تتبني فيها في حلقة تنزيد نتأزم وتنزيد نتأثر تنتمنى وخير وعندنا آمل كبيرة وباقي هذا الخير وهذا الآمل باقي وكن في الشي تشوف بحلقة بحل شي إنسان تيكون واقف وتدفع ويطيح وكعارف تطيح هذا الغفلاء شنو تدير في الإنسان تتحس بنفسك مكسور وحسبي الله ونعم الوكل حسبي الله ونعم الوكل تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد